اشتركوا في القناة اصدقاؤهم بالمناظر الخلابية والمتنوعة ضمن مشوارهم أنا حمزة رشيد واحد من تويوتا تايتنز أنا مطلعا من جوتسو وسبونسرد من شركة تويوتا كثير متحمس للإفنت هاي السنة صلوا عم بصير كثير مرات وأنا أول مرة بشارك فيه هاي السنة وكثير متحمس هاد الإفنت صلوا أكتر من سنة عم بصير وكل سنة بتصدف أني مش موجود فأنا من زمان متحمس أني أشارك فيه وتغيير يعني الإشي اللي دام نعمله وأيام الجمعة التقليدي حبينا نشارك شركة تويوتا بالمغامرة اللي بيعملوها كل سنة إفنت حلو إن شاء الله أنهم بنبسط فيه مع العيلة العيلة كثير متحمسين وإن شاء الله أنها تكون رحلة حلوة إن شاء الله إحنا في بيننا وبين شركة تويوتا علاقة استراتيجية من شأن هيك دائما إحنا بنشاركهم بالإفنت اللي بتصير عندهم وهم كمان برضو بشاركوا بالإفنت اللي بتصير عندنا أنا اليوم جاي أتشارك مع تويوتا فروض رح تكون أحلى يوم بحياتي أنا دائما بنزل معهم كل سنة وأنا أريد لبسوق فوروي واليوم جاي مع أحلي عشان نكون سوفورت معهم كان معرض عمان الدولي للسيارات المكان اللي تجمع فيه كل المشاركين وتشاركوا إفطارهم وبعدها بدأ السباق الممتع والملئ بالمغامرات على الطرق الوعرة الممتد من عمان البحر الميت وصولا لحلبة منجا في معدبة اليوم كان عنا فعاليات الفور باي فور إفنت السنوي اللي بنسوي كل سنة هاي السنة العاشرة اللي أكشن بنسوي فيه الإفنت الحمد لله الحضور كان عنا كتير كبير بحدود أكتر من مئة سيارة حضر اليوم الإفنت الإفنت فيه يعني خليني أحكي روت للعائلات وفيه روت للأدفنشر الروت تبع الأدفنشر دائما بتلاقي فيه الشباب وشوية حماس فيه أكتر أكيد المغزى من هذا الإفنت هو عشان الناس تحس بقدرات سياراتها تعرف اللي بيكون شاري فور باي فور عادة ما بيستخدم عشرة بالمية من قدرات السيارة اللي بيكون داخل المدينة ولكن إحنا خلال هذا الإفنت نعطي الناس الفرصة أنهم يستخدموا سياراتهم ويشوفوا إيش ممكن هاي السيارة إنها تسوي لأنه بالمدينة ما بتقدر تشوف الحكي هذا غير إنك تطلع برا إحنا اليوم بلشنا من البحر الميت وطلعنا طريق أوف رود لوصلنا لمنطقة مادبة حتى يعني بهالمنطقة الصغيرة هاي قدرنا إنه نشوف قدرات السيارة بتضاريس مختلفة من جبال لصخور لصحراء ففعليا يعني كانت كان يوم ممتع جدا يعني لأيلي ولا عائلتي وإن شاء الله إنه الجميع استمتع فيه كمان وبعض وصولهم كانت بينتظرهم بالحلبة العديد من الفعاليات اللي بتناسب الكبار والزغار إضافة إلى مضمار مليء بالعقبات ليظهر مدى وقوة تحمل هذه السيارات الرياضية اشتركوا في القناة